مشاهدين الأكارم في كل مكان مرحباكم متواصلي معكم في استطلاع ظريف بعد المحاضرة الشيغة الجميلة دي معنا منونة تعرف عليك معك عبدالباقي الشيخ حبيب الله مختار عبدالباقي سمعت المحاضرة سمعتها رأيك شنو في المحاضرة السفدة أكيد طبعا يخلك النازل عصر على الصوفية شوية يا أخ والله يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين اتبعت ابوه لن تظل أبدا كتاب الله وسنة رسول الله يا سلامك التركير كتير متواصل معكم متعرف عليك أنا عبدالله عبدالله من وين أنا من ساكن في الكلاكلة ساكن في الكلاكلة تحيير لناس القب واللف والصنقعة كلهم طيب سمعت المحاضرة هاي ها رأيك شنو في الكلام محاضرة سمحة والله لكن البرع ده ما عنده حاجات سمحة يا أخ لا 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 ما مشكلة أنت تمسك في ربنا لأنه ربنا هو الخلقك وتنسمك في الرسول لكن أنت ما تمسك في الزلمي ما قويش لأنه ربنا بعدما تموت بعدها ربنا بيزعلك قول لك الزول ده زماني ده قا تعبد فيه وليه ايوه أخير تمسك في الله لأنه ربنا دخل لك الجنة من كرمته يا سلام يا سلام ما من كرمات بتاع الشيخ من كرمات بتاع الله جميل طيب ربنا نديك العافية يا أخي متواصلين معكم مشاهدين الأكارم في كل مكان أكيدا لنا إحنا دارين نشوف الناس استفادت شنو من المحاضرة دي وأبونا تحية لك أبونا ما شاء الله نتعرف عليك هذا ماذا مخميس الله يديك العافية خليك معنا المحاضرة رأيك فيها شنو والله محاضرة جيدة إن شاء الله وتبارك وتعالى يعني إذا كان شباب كلهم بيقى زيدا بلدنا بيصلى أي لكن الشيخ ديل قالوا الصوفية هل الصوفية كلهم كعبين ما في ناس كويسين يا قندهم حاجات لزيزة ديل ما عليش الناس اللي ما بيفهموا الصغار ديل اللي بمشي بيقر عندهم وكل شيء ديل ما عليش لسه ما إيرفوا لكن ناس الكبار نين كلامنا في ناس الكبار اللي نشروا سيريك في الدولة أيوة لكن طيب متواصلين معاكم مشاهدين الأكارم في كل مكان لقينا برضو أخونا دامنون نتعرف عليك خالد أب بكر خالد أب بكر خالد حضرت المحاضرة نعم معاكم رأيك شنو في الصوفية الصوفية هن وناس طيبون ومتمسكون بكتاب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي الفقه والفروع متواصلين معاكم مشاهدين الأكارم نتعرف عليك بسم الله الحمد لله عبد الرحمن عثمان محمد سعد أستاذ بمدرسة الخرطوم الحديثة وصراحة الحق يقال ويتبع والإسلام واضح والرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا والرسول عليه الصلاة والسلام وضح وحزر قال في آخر الزمان ستفترق أمتي إلى 73 فرقة وكلها في النار وليس في الدين من هو بما يسمى الصوفية فالصوفية هم مبتدعة والكل يعلم ذلك فالمسلم ونحن نعلم أركان الإسلام إذا جاء رجل وغالة أريد أن أدخل في الإسلام فأركان الإسلام الخمس إذا تحققت دخل الرجل في الإسلام أما إذا زاد أو أنتغس في الدين فقد خرج من الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام حزرنا من هذه الفرق ومن هذه الجماعات ومن هذه الطرق التي تسمى بالصوفية متواصلين معكم حقيقة نتعرف عليك عمر أحمد طه الشيخ أحمد رأيك شنو في المحاضرة والله المحاضرة فيها سب شديد سب شديد يعني كونه يعني يقول أحمد الطياني رجل متوفي قبل مئة سنة يعني يقول ابتدعها من عقله العفندة وكلام زي ده وهو متوفي وهذا أنا بيعتبره سب يعني سب وكلام غير صحيح يعني يسيبون الناس وهذا من إذا العالم وقع في عرض عالم هذا العالم لم يغم علمه بجهله علمه ما كفاه عشان يغم بجهله حتى يسيب يعني ممكن يقول الكلام بصورة أجمل بصورة يعني يشكر شوية مرتين شوية يتكلم كلام يعني ينتقد الكلامي لكن ما ينتقد شنوه ما ينتقد الزول يعني هو كده ما سب حديثه أو ما سب كلامه سب الزول في شخصه ودخل في عرضه حتى يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يسيب الناس في أشخاصهم يعني يصف على الزول ويسيب عمل الزول لكن ما يسيب شنوه الرسالة وصلت شكرا جزيلا إن شاء الله نوصل رأيك للعالم معنا منو مصعب مزمل مصعب حضرت المحاضرة من البداية حضرت هاي رأيك شنو والله محاضرة جميلة وأنا ذاتو أروت على كلام أخونا ده يعني ربنا قال إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأزلين محمد تجاني الزلة كدف الرسول الزلة أي زل يعني إلعب الدين الزلة ما في حاجة مجاملة وسبيته ونسيبه ونسب الرسول ما يسبه كيف ربنا قال إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأزلين يعني بنزلون والله تحي يتكر علينا محمد تجاني نجر ليه حاجة من راسه جاب كباشي برعي كبون في جهنم إن شاء الله وأي زول تابع لهم داري تابع لهم الدين دا ما فوقوا مجملة ربنا قال لا تجعوهما يوحدون الله ورسوله ولقانوا بدأ بالآباء ومهات الدين ما فوقوا مجملة الزلة متجاني البرعي أي زول الزلة هذا هو صلى الله عليه وسلم مشاهدين الأكارم في كل مكان كانت دي استطلاعاتنا الليلة معاكم هنا من السوق العربي ناصر عائعين ناس طيبين لهم التحية كانوا محاضرين المحاضرة ونتمنى إن شاء الله نستفيد وانتظرونا في الاستطلاعات الجاية إن شاء الله